موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصفر الرابع العلم ها نحن نلتقيكم في درس آخر لحلول أسئلة اختبار الأسبوعي العاشر الخاصة بأسئلة التعليم الإلكتروني لمادة الرياضيات خلينا نشوف السؤال السادس طبعا هناك حلينا بالدرس السابق خمس أسئلة واليوم راح نكمل من عداء التسلسل إذا السؤال السادس إذا علمت أن كوسان سي يساوي 3 على 5 في المثلث ABC القائم الزاوية في B جد ساين A كوسان A تان A وساين وتان إلى السي إذن هنا حتى أوجد الكوساين والساين والتان الوال دائرية لازم عندي معلومات المثلث كاملة أي أطوال الله المثلث فخلينا نشوف ايش راح نسوي راح نرسم متلث قائم الزاوية في B واللي يكون الشكل التالي الواضح عمامك طبعا المعلومات اللي معطات من خلال كوساين السي الكوسان يساوي المجاور على الوتر إذن هذا راح يكون 3 وهذا راح يكون 5 كي شنو الكي لأن احتمال هنا هنا هذي النسبة مختصرة من نسبة غيرها وهنا المبسطة نقول عليها فخلينا 5 كي بقعدنا الـ A B الـ A B بقعدنا هو اللي مجهول راح نطبق عليه نظرية فيثاغورس حسب فيثاغورس راح يكون عندك الـ A C تربيع يساوي الـ A B تربيع زائلا الـ B C تربيع هذه هي فيثاغورس بالتعويض الـ A C هو 5 كي إذن 5 كي تربيع الـ A B مجهول والـ B C هو 3 كي تربيع بعد التبسيط راح نحصل الـ A B تربيع يساوي 25 كي تربيع ناقصا 9 كي تربيع الناتج راح يطلع 16 كي تربيع هذا منه؟ هذا هو الـ A B تربيع يعني أحتاج أن أوجد الـ A B بجذر الطرفين راح نحصل الـ A B تساوي 4 كي طبعا بعض الطلاب يقول الأستاذ احنا متعودين بجذر الطرفين ما درسناه سابقا لازم يكون هنا عندي زائد ناقص لكن هنا اللي كون عندي طول فماكو طول راح يطلع بالسالب أخذنا القيمة الموجبة فقط إذن الـ A B تساوي 4 كي هس راح نجي نشوف شنو اللي يريد من عندي أول فقرة يريد من عندي كوساين الـ A كوساين الزاوية A هذه هي الزاوية A الكوساين المجاور على الوتر إذن 4 كي على 5 كي نقدر نختصر الكي إذن نحصل الكوساين هو 4 على 5 ساين الـ A هذه الزاوية نفسها A ريس ساين اللي هي الساين المقابل على الوتر إذن 3 كي على 5 كي بإختصار الكي حصلنا 3 على 5 ثاني الأي ثاني هو المقابل على المجاور هذا المقابل للزاوية وهذا هو الظلع المجاور إذن 3 كي على 4 كي بالإختصار نحصل الناتج ثاني هو 3 على 4 زين بقعدنا ساين السي وثاني السي ثاني السي راح يكون هذه الزاوية سي الثاني مالتها راح يكون المقابل على المجاور أربعة كي على ثلاثة كي إذن أربعة على ثلاثة وأخيرا ساين السي هو راح يكون عدنا الساين المقابل على الوتر أربعة كي على خمسة كي بالإختصار راح يطلع عدنا أربعة على خمسة هنا هذا كل ما موجود بالسؤال السادس خلينا نشوف السؤال السابع شنو اللي بي وشنو اللي رايد من العدن جد القيمة العددية للمقدار ثاني ثلاثين ناقصا ثاني ستين مضروب في اثنين ثاني ستين ثاني الخمسة وأربعين هنا راح يعتمد على معرفتنا إلى الجدول اللي حفظنا جدول الزوايا الخاصة أو اللي فاهمي اللي سابق بمراحل سابقة وأيضا بالرابع بداي القوس أخذناه زيد هنا راح يكون ثاني الثلاثين هو واحد على جذرة ثلاثة ناقصا ثاني ستين جذرة ثلاثة اثنين ثاني ستين هو جذرة ثلاثة في ثاني الخمسة وأربعين هو الواحد بالتبسيط هنا توحيد المقامات نحصل 1-3 على جذر 3 وهنا 2 جذر 3 بما أنه عملية الضروة بس بالإمكان الاختصار إذا راح نحصل هنا سالب 2 1-3 في 2 هذا يطلع عندنا سالب 2 مضروب في 2 الناتج يساوي سالب 4 إذا القيمة العددية للمقدار تساوي سالب 4 دعنا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال رقم 8 أثبت أن المقدار التالي اللي معروض أمامك يساوي 9 على 16 راح نبدأ الحال بالطرف الأيسر اللي هو اللي يبتساوي كوساني تربيع 45 في ساين 60 تاني 60 في تاني تربيع 45 في كوساني تربيع 30 راح نبدأ هناك كوساني 45 مثل ما نعرف هو 1 على جذر 2 بالتربيع صار 1 على 2 على جذر 2 تربيع ساين 60 هو جذر 3 على 2 تاني 60 هو جذر 3 تاني تربيع 45 تاني 45 هو 1 بالتربيع صارت 1 تربيع كوساني 30 هو جذر 3 على 2 بالتربيع راح نصر جذر 3 على 2 تربيع بعد التبسيط يعني اش راح يكون؟ هذا راح يكون عندك 1 على 2 في جذر 3 على 2 جذر 3 جذر 3 على 1 تربيع هو 1 جذر 3 على 2 بالتربيع هو 3 على 4 الان ممكن اجراء عملية ضرب نضرب البسوط مع بعضها المقامات مع بعضها شو راح نضربه؟ جذر 3 في جذر 3 راح يطيني 3 2 في 2 هو 4 وهذا 1 في 3 على 4 3 على 4 3 في 3 9 4 في 4 16 اذا الناتج يساوي 9 على 16 وهو المطلوق جذر نشوف السؤال رقم 9 جدي القيمة العددية للمقدار نعطيني هذا المقدار عمامك كوساين 30 زائد كوساين 60 مضروف في كوساين 60 ناقصا ساين 60 ايضا راح نعوض القيم مالدها فهنا راح يكون عدنة كوساين 30 هو نصف وكوساين 60 هو نصف اذا هذا صار ساين 30 هذا كوساين 60 كوساين 60 ايضا 1 على 2 ناقص ساين 30 الستين هو جذر 3 على 2 هنا نصف زائد نصف هو 1 وهنا بتوحيد المقامات مقامات موحدة 1 ناقص ناقص جذر 3 على 2 باجراء عملية الضرب 1 ناقص جذر 3 على 2 اذا هذا هو القيمة العددية لهذا السؤال اللي امعنا نشوف السؤال الاخير اللي هو السؤال العاشر السؤال العاشر اثبت ان كوساين تربيع 45 زائد ساين تربيع 45 يساوي 1 هو هذا بالاصل طلاب جاي من العلاقة اللي يقول كوساين تربيع ثيتا زائدين ساين تربيع ثيتا يساوي 1 فهنا نطاني الثيتا زاوية 45 اثبات بسيط على هذه العلاقة تعرف كوساين 45 هو 1 على جذر 2 والساين 45 ايضا هو 1 على جذر 2 اذا راح يكون 1 على جذر 2 تربيع و1 على جذر 2 ايضا تربيع تربيع موجود ايضا وين على الدالة اصلا فالواحد على جذر 2 بالتربيع الواحد تربيع واحد والاثنين جذر 2 تربيع اثنين اذا راح يصير عندنا 1 على 2 وكذلك الواحد على جذر 2 بالاخر همين واحد على 2 واحد على 2 زاعدا واحد على 2 ممكن رأسا نوجد الناتج ممكن نكتبهم مقامات متوحدة يصير 2 على 2 ويساوي واحد وممكن رأسا حساب بسيط هو نصف زاعد نصف يساوي واحد اذا هنا قدرنا نكمل هذا السؤال بنهاية هذا السؤال اعزائي الطلبة نأتي الى نهاية اسئلة السبوع العاشر نلتقيكم ان شاء الله في السبوع الحادي عشر الى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة